اهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم على أبواب الأعياد الكل يطالب بخطة اقتصادية انقاضية للبنان من تجمع رجال الأعمال إلى جماعية الصناعيين اللبنانيين فيما يقف الاتحاد العمالي العام متفرجا وكأن المشهد مسرحية لا تعنيه الأمر الذي دفع اتحاد نقابات العمال والمستخدمين إلى الانسحاب من هذا الاتحاد وأعز ذلك إلى غياب العمالي العام عن قضايا الناس والعمال ويأتي ذلك في وقت سجل ميزان المدفوعة في لبنان عجزا جديدا قيمته 97 مليون دولار خلال شهر التشرين الأول بحسب إحصاءات مصر في لبنان هل ستهز الهاوية المالية عرش الاقتصاد الأمريكي أخيرا سؤال يطرح مع تزايد التحذيرات للولايات المتحدة من الاستمرار بعدم إقرار ميزانيتها وآخر تحذير أطلقته مؤسسة فتش للتصنيف الاعتماني التي أكدت احتمال فقدان أمريكا تصنيفها كاقتصاد لا تؤثر فيه المخاطر المالية إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام الحالي يحول دون خفض الإنفاق وزيادة البرائب بما قيمته 600 مليار دولار يذكر أن أمريكا هي أكبر بلد مديون في العالم وقد تجاوز دينه العام أكثر من 14 ألف مليار دولار لا عجب أن يكون معظم اللبنانيين غير قادرين على شراء شقة ولكن العجب أن يكون غالبية السعوديين أيضا غير قادرين على امتلاك مساكن في بلد توقع الكبراء أن يحتل المركز الأول عالميا في فائد الحساب الجاري وسيصل فائد الميزانية العامة للدولة فيه إلى أكثر من مليار دولار لهذا العام فبعد إعلان وزير العمل أن أكثر من مليوني شخص عاطل من العمل في المملكة كشفت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن ارتفاع تكلفة الأرض تعد العائق الرئيسي الذي يحل دون امتلاك السعوديين مساكن فيما يعاني الشعب من ارتفاع إيجارات الشقق ارتفع سعر الذهب اليوم لكن الغموض الذي يحيط بمحادثات الميزانية الأمريكية أبقى الأسواق في حالة من القلق وفي لبنان سجلت الأسعار التالية عيار 22 49 دولار و 45 سانت عيار 21 47 دولار و 21 سانت أما عيار 18 ف 40 دولار و 51 سانت وبلغت قوصة الذهب 1668 دولار و 55 سانت كيلو الذهب 53 643 دولار و 88 سانت انخفضت طلبه على النفط فانخفض سعر العقود الآجلة لخامة برينت 31 سانت ووصل إلى 110 دولارات و 36 سانت للبرميل وارتفع سعر عقود الخامة الأمريكي 11 سانت ووصل إلى 89 دولار و 67 سانت للبرميل هذا كل شيء ملتقنا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم